السلام عليكم الإخوان والأخوات كده لنا بس عليكم صحابي خيص حراباس كوشي بيخير كوشي لاباس مهم بغيت نقول لكم باللي ما كنتش عوال باش نصور هاد الفيديو يعني ماشي باش نصور هاد الفيديو إنما باش نصور هاد الفكرة اللي غادي ندير في هاد الفيديو كنت بغي ندير واحد فكرة أخرى في فيديو لاني واحد جوجدر علي خرجو علينا يعني ما جاوش اللي حيصر رياضي هاده كش حلاش ومن بعد تفكت مع واحد واحد البطل ديالنا اللي حتوى تتريني معنا باش نصوروا الفيديو هاد الفيديو اللي نحتوى ماشي وليني معلش حتوى وخما يجي حتوى احد انا ركاين هنا وغادي نصور هاد الفيديو باش ما كان مهي ما يخوته خليكم معنا وخليكم مع الفيديو ديالنا وأجد تتقعوا الانستجرام diنا وعلى mapa skal سوف نتعلم في الدسكريبسيون خليكم مع الفيديو بعد ذات إنترهي رسو اليوم سيكون على مؤسس مدرسة ودوريو للكاراتي وهو هيرونوري أوتسوكا تزاد أوتسوكا هيرونوري في اليابان في 1892 ميلادي من الذي كان عنده خمس سنين بدأ يتريني الجوجيتسو من بعد أن أدوز أوتسوكا مدة من التدريب في الجوجيتسو أو طالب الماستر شينزابورو وشيندو يوشين ريو جوجيتسو من الذي كان عنده 19 سنة في هذا السن بالضبط ستدرب أوتسوكا الجوجيتسو في الكثير من المدارس في توكيو ولكن المشكل أو الحادث الي وقع هنا هو مني كان يقرأ في هذه المدرسة الجوجيتسو ستوقع واحد المأساة أوتسوكا اللي مكانش في حسبان ستوقف الوالد ديالو وهذه هي اللي ستكون النقطة ديال تحول هيرونوري أوتسوكا ومن بعد هذا الوفاة الوالد ديال أوتسوكا سيسمح في الدراسة ديالو اللي ما كملها ججيع وغدي يسمح التفاق في العمل ديالو اللي كان خدام كموظف في أحد البنوك وغدي تخلى على الحلم ديالو اللي كان هو أنه يصبح مدرب ديال الجوجيتسو وفي عام 1922 سيبدأ أوتسوكا باشيتريني واحد الفيلم قتالي جديد جاء من جزيرة أوكيناوا والمدرب لهذا الفيلم قتالي هو فوناكوشي كيشين وبالمناسبة هيرونوري أوتسوكا لا تدرب شغير على يد فوناكوشي كيشين درب حتى عند مدو تشوكي ومابوني كين وأتعلم منهم بزاف ديال التقنيات وديال الكاراتي ومن بعد 6 سنين غادي يقولي أوتسوكا هو المساعد المدرب في المدرسة ديال الكاراتي أوتسوكا كان زم واحد الميذة اللي موجد وطموحك وللقى حوايج ملقاهم ش الأستاذ دياله اللي هو فوناكوشي كيشين كي يعرف شي حوايج مك يعني كيستخلص شي حوايج مك ما ما مقدرش عليهم فوناكوشي كيشين ولهذا من بعد 12 سنة ديال التدريب غادي في 1934 واللي غادي يسميها على بالدسمية ديال دايني بوم كاراتي شيين كوكاي بعد المدرسة غادي أوتسوكا غادي يدمج بابين تقنيات اللي تعلمهم في الجيجيتسو ودكشي اللي تعلموا في الكاراتي وغادي يكون أسلوب دياله الخاص اللي غادي يسميه الوادوريو 1940 ودباء الوادوريو راه واحد من أهم الأساليب أو المدارس اللي كاينين في الكاراتي بالجانب ديال الشتوكان والشتوريو والقجوريو ومبعد أوتسوكا غادي يضيف الكاراتي اللي اكتسبها في الرياضة أو ستيل ديال الشتوكان اللي تعلموا من فوناكوشي كيشين طار باش يطلق عليهم الأسماء ديال أوكيناوا الأصلية مثلا في الوادوريو كاين بينان شودان في الكوش شتوكان كيسميوها اهيان نيدان في الوادوريو كاين بينان نيدان شتوكان كيسميوها اهيان شودان في الوادوريو كاين بالباساي والشتوكان كينا الباسايداي في الوادوريو كاين مغربة و الاستمرار و الو دوريو كأن كوشانكو و الو دير ولكن عندنا بعض القطات اللي عندهم اسماء بحال ابحال بحال اونسو وبحال سوبر مر وبحال القطات اخرين و في الكاراتيك سواء كانت الو دوريو أو شوتو كان ما كانش غير قطاوها كان أخل من الكميتي كميتي و الكومبا كما أنت اسمهها البعض الكيميتية كانت تقنيات الدفاع عن النفس سواء من الركلات أو من لكمات البنية أو من الرجل كانت تقنيات الدفاع عن النفس في الكيميتية نكمل المسيرة الأوتسوكا من بعد الحرب العالمية الثانية منعوا الممارسة الفنون الدفاع عن النفس في اليافان وقام واحد السيد اسمته داي نيبون بوتو كوكاي منع هذا الحظر وقام بالإصلاح الفنون الدفاع عن النفس وهنا سيستمر أوتسوكا في تدريب الكاراتي ويرسل الطلاب الكسميتو الأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لكي يرثوا هذا الأسلوب ديال الوادوريو دياله ويستمر ويتنتشر الوادوريو في الأنحاء ديالعالم وغادي يكون تلاميذ من بينهم سوزوكي تاتسو و هيروهيتو اللي حصل على الجائزة ديال اوتسوكا جوج ديال المرة بعد الانتشار ديال الكاراتي وادوريو في العالم غادي يتم إنشاء العديد من الكتب اللي كاتت تحكي على الكاراتيو التقافي اليابانية والفن ديال الدفاع عن النفس ديال الكاراتي او الوادوريو او المهم ومن بعد غادي في 1972 غادي يحصل اوتسوكا على الحزام الأسود من الدرجة العاشرة وغادي يكون هو أول واحد كي يحصل على حزام أسود من الدرجة العاشرة في العالم ومن بعد غادي يخلي الكثير من الناس انهم يتبعوا الأسلوب ديالهم كثير من الممارسين ديال الكاراتي يتبعوا الأسلوب دياله اللي هو الوادوريو وفي 1982 غادي يتوفى هيرونوري اوتسوكا عن عمر يزيد عن 89 سنة المهم هذا كانت السيرة الذاتية ديال اوتسوكا هيرونوري المؤسس ديال مدرسة نادي نادي الرياضة الشميع ديال مدرسة ديال أسلوب ديال الوادوريو ديال الكاراتي هنا غادي يكونوا نسالين الفيديو ديالنا نقوا في الفيديو الجايين الفيديو الجاي غادي يكون نهار العيد ان شاء الله نهار العيد ان شاء الله المهم تهنا غادي نقول لكم السلام عليكم طال الله وفرسكم مع السلامة اشتركوا في القناة